ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله السلاح الأبيض وإلحاق خسائر مادية بملك الغير وكان المشتبه فيه قد أقدم على تعريض سيدة للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض بمنطقة العوامة بمدينة طنجة لأسباب وخلفية تعكف حاليا الأبحاث على تحديدها كما عمد على إحداث خسائر مادية بباب أحد المنازل بنفس المنطقة وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو تداوله مستعمل منصات التواصل الاجتماعي وقد أسفرت الأبحاث والتحرية المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه حيث تم الاحتفاظ به تحت تدبير المراقبة الشرطية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمنى بني مكادة بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك للكشف عن جميع الظروف وملابسات هذه القضية ترجمة نانسي قنقر